اشتركوا في القناة يعني لما نيجي نقولكم ماش فبنقول يا سادة ان لبادي الابر بتعمل من اسم بواسطة ابر اذا كتالوج تتعرفهم على ادل الوراق وده كمان لعاك وخلي ده معاك يبقى الابر اللي معاكم في الكتالوجات اللي توزعت عليكم اللي محطوطة في نول للابر اللي هو ده اده حضرتك للوراق فالسؤال المطروح الان اللي احنا بندور على نظرية نتعرف عليها ازاي الابر اللي في ايديكو دي اللي موجودة في المكينة اللي توزعت عليكم بتنتج الاماش ده بالمناسبة النظرية اللي انتو حتشوفوها دي دي انتاج نحن لا هي من قولة من كتب حد ولا هي يعني في المراجع بياخدوها بقى بعد فلان يعني لما نيجني اتكلم على نظرية حاجة يبقى ببساطة شديدة عن اتكلم على مود الرياضي يعني هي مود الرياضي يعني الابرة دي لما بتنزل في البطء الفايبرز اللي الشعيرات فيه متوزعة بوزع أفقي لو كل واحد فيكو يمسك الابرة ويمشي ايده عليها من اعلى الى اسفل في اتجاه واحد بيشعر من ان فيه نتوئات او بروزات موجودة فيها ماشي يا سادة يبقى حركة الابرة الترددية من اعلى الى اسفل باحتواءها لهذه النتوئات اللي عددها بالنسبة لكم تسعة طيب اش عرفنا انهم تسعة لو انت دققت النظر في الابرة اللي في ايدك او في الصور اللي في الكتالوجات بتلاقي المقطع بتاع الابرة ده مثلس يعني ده عبارة عن ايه منشور سلاسي المنشور السلاسي ده كل وجه من اوجهه فيه تلات نتوئات تلاتة باربز كل نتوء من هذين نتوئات التلاتة عنده قدرة على ان يغير وضع شعيرات من الوضع الافقي الى الوضع الرأسي وفيه دراسة بتقول ان عدد الشعيرات اللي بتتغير بوسطة البرب الواحد 35 شعير يبقى انا عملت تسبيت لبعض الشعيرات بالشعيرات نفسها الكلام ده محتاج تصور رياضي يعني هي تصور رياضي يعني لو فرضنا ان الابرة نزلت على شعيرة كانت زي دي كده يبقى اتخلي الخط المستقيم ده كيرفي كده ماشي مظبوط يا سادة طيب علشان يبقى كيرفي بهذا الشكل يبقى لابد ان الشعيرة تتحرك مسافة لو فرضنا ان معدل تغير المسافة دي بالنسبة للزمن وكان اسمها اكس يبقى الناتج اسمه اكس ضد واكس ضد يبقى ايه يا سادة ايه يا سادة سرعة دي اكس باي دي تي طيب لو عملنا تفاضل للسرعة بالنسبة للزمن بقت عجلة الشعيرة دي مش لها كتلة فلو ضربنا الكتلة في العجلة مش بتساوي القوة تبقى لخانون نيوتن مظبوط يا سادة طيب لو فرضنا احنا دي بقى هي البداية حاصل ضرب الكتلة ام في العجلة اكس دابل ضد تساوي القوة المؤسرة القوة المؤسرة ما هي القوة المؤسرة فكروا معاي قوة التغريز دي قوة بيعكسها حاجتين حركة الشعيرات اللي هتتغير من الافق للرأسي وقوة الاحتكاك مش كلا يا سادة تصور النيد المعادلة اللي عندك وعملت لها تكامل مرتين يبقى لما بعمل تكامل للاكس دابل ضد بتديني اكس ضد سليم لما اعمل تكامل للاكس ضد بتديني مين اكس يعني فيه قيمة اسمها اكس ايوة يعني ايه اكس يعني مسافة تحركتها الشعيرات يبقى تأثير الابر على الشعيرات يحرك الشعيرات فعلا بمقدار ما ده اول تصور ده اول تصور اول موديل يقول ان لما الابر اللي بعاكم بتنزل على الباط اوف فيبرز حصينة الشعيرات يتغير الوريانتيشن بتاع الشعيرات من الوضع الافق للرأسي وتتعرك الشعيرات ايه مسافات ممكن نرمز لها بالرمز اكس نجي هنا بقى نسأل نفسنا سؤال طب نفترض ان الابر دي نزلت مسافة اسمها دلتا اكس ماشي يا سادة وان العدد الاقصى الذي يمكن سحبه بوسطة البرب الواحد نفترض له رمز ما وليكن ان ماشي يا سادة يبقى ممكن نتصور ان احنا حسبنا عدد الشعيرات التي يمكن سحبها بوسطة الابر كويس انما احنا نعرف ان الشعيرات دي لها مرونة مش دي الياف طب من اللي قالك ان الشعيرات دي لما تغير وضعها من الافق للرأسي لم ترتد بعضها مرة اخرى وتعود الى وضعها الاصلي يبقى هناك احتمال ان في نسبة معينة من الشعيرات اللي تغير وضعها رجعت في كلامها تاني ورجعت لوضعها الاصلي يبقى فيه شعيرات مالها حتترح من الشعيرات الاولانية اللي انت حضرتك حسبتها وتوقعت ان هي كلها دي هي اللي هتعمل عملية التغريز يبقى الفارق ما بين الاثنين هو التغير الذي عدس الكلام ده كله في مسافة اسمها دلتا اكس لو عملنا عمليات تكامل زي ما احنا وديكم في الموديل الرياضي اللي هنشوفه الان بنيجي في الاخر نحصل على العدد اللي من الممكن رياضيا ان نحسبه بدقة العدد ده يا شباب نظري ولا فعلي نظري مش انت قاعد بتفترض قيم وبتعمل لها تكامل يبقى ده نظري طب انت لو جبت كده ورقة ودخلتها النول ده والقبر نزلت عليها مش هتطقب الورقة يبقى عدد التقوب هو اكينه عدد الشعيرات نهو الفعلي ماشي يا سادة بقى عندي عدد شعيرات نظري وعدد شعيرات فعلي اسمت الاثنين على بعض يديني كفاءة التغريز واضح؟ تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل طبعا العنوان بتاع المحاضرة theory of needle bunched fabric زي ما عندك حاجة اسمها theory of spinning theory of knitted ففيه theory of non-woven اللوحة اللي بعد كده اللوحة دي بتوضح لك بالاشكال وليس بالكلمات خطوات انتاج هذا القماش بدءا من اللي موجود فوقه على اليمين الى اعلى دي البوليميرات اللي بينتج منها شعيرات بتروح للنول او بتروح للباطفورميشن ونستمر في التسلسل بالصور عشان نصدق ان ده بيحصل بالفعل نروح للبعده اللي موجود في الجنب ده ده تصور لمين دي سلندرات التغذية ده البلت الحامل للباطفورميشن اللي فوقه البلت النازع للشعيرات اللي فوقه البلت اللي شايل الابر اللي شايل الابر ده بتحرك حركة رددية الى اعلى وإلى اسفل عشان يغير الوريانتيشن بتاعة الشعيرات وينتج لنا اللي احنا بندور عليه اللي هو القماش بتاع البادل الابر طيب تعالوا نشوف الصورة دي وده صورة حقيقية اتخذت بالفعل ايه اللي انت تلاحظوا انا في هذه الصورة دي الشعيرات اللي عندي مش كلها بقى يعني افقي شوفوا حضراتكم ايه اللي خلى الشعيرات دي تنزل بالشكل ده من ان اكيد في حاجة اثرت عليها من اعلى الى اسفل اكيد دي الابرة هي اللي قمت بهذا العمل طيب تعالوا نحول الكلام ده من شكل متصور بالفعل الى شكل نظري علشان نعرف ندرس ونتكلم ونقول ايه الوضع ده ويعني حكايته ايه ادي بدء النظري شعيرة كانت مستقيمة اثرنا عليها الابرة الابرة دي كيف بتؤثر في منتصف الشعيرة ادت لنا الكيرف ده واده النتيجة المتوقعة بسبب تأثير الابرة ايوة بس ممكن تكون الابرة لا تؤثر في المنتصف لان انا عندي ابرة ادي شعيرة واحد واثنين وثلاثة واربعة دول احتمالات ان الابرة بتأثر فيه نهاية الشعيرة الاولى ونص الشعيرة التانية زي الحالة اللي فوق وعندك مثلا بالنسبة للشعيرة التالتة في التلتين وده في الطرف الاخير يبقى بينتج لكل واحدة منهم شكل من الاشكال والشكل ده هو اللي انتو شفتوه هنا مظبوط طيب يبقى معنى الكلام ده ايه ان الشعيرة الاولانية دي تحت تأثير دي اتسعبت هاي اتسعبت يعني مشت مسافة هي دي اللي احنا بندور عليها وهي دي المسافة اللي احنا بنقول لو عرفناها يبقى بنسبت بالفعل ان الشعيرات تتحرك تحت تأثير الابرة عشان نعمل العملية دي انتجنا قماش مكون من لونين علشان ما هو لو ده كله لون واحد هيبقى صعب علينا تمييز اللي اتحرك واللي ما اتحركش فالطبقة الاولى كانت ملونة واربع طبقات مش ملونين طب العينة التانية الطبقة التانية اللي كانت ملونة العينة التالتة التالتة ملونة والعينة الرابعة الرابعة هي الملونة الاربع عينات حطناهم في النور اللي عندكم حصل التغريز ووصلنا للمعادلة اه دي حاصل ضرب ام كتلة الشعيرات بالنسبة للزمن واده القوة المؤثرة طب جات منين القوة المؤثرة دي نشوف اللوح اللي بعدك ادي تأثير القوة التي تؤثر في عملية التغريز لو فرض ان في مقاومة للتغريز رمزنالها بالرمز زد هنا كمان في مقاومة احتكاك رمزنالها بالرمز تي دي المسافة اكس اللي احنا بندور عليها والقوة اللي نزلة نزلة من اعلى الى اسفل وثبتنا باقية المتغيرات الاخرى ده بقى الوضع اللي احنا على اساسه عايزين نطلع المودل الرياضي اللي بيصف النظرية التي نتحدث عنها وبنقول فيه خلاله ان الابرة دي اللي موجودة في النول ده واحد من الاثنين دول بتأثر على البط فيبرز اللي فوق ده واول برب شايفين المسلس هنا فيه مسلس اوه شايفينه اول برب ده لغاية فوق تتأس المسافة دي بيسموها عمق التغريز اللي احنا هنا في المنحنة ده قلنا انه له علاقة بالمتانة وبزيادة عمق التغريز تزيد المتانة القيمة الاولانية دي بتمثل عدد الشعيرات اللي نزلت في مسافة اسببها يعني دلتا اكس ورمز لها بالربز ان بي وقال لقت دي ان ان بتساوي ثابت بيتوقف على نوع الشعيرات خوصها في التغير في العدد على العدد الاصلي منسوب الى الطول الشعيرات اللي اتسحبت ورجعت في كلامها رمز لها برمز سماه دي ان زد ساوي ثابت اخر بيتوقف على المرونة والشعيرات على الشعيرات الكلية الفارق ما بين دي ان ان والدي ان زد حسبه لان هي وداء اللي بيعمل عملية التغريز المطلوبة عملنا عمليات التكامل مع ملاحظة ان هذا التكامل فيه حاجة من الاشكال القياسية بصوا كده للبسط وبصوا للمقام بتلاقي البسط تفاضل للمقام يبقى التكامل ده نتيجته ايه بحد فاكر لو البسط تفاضل للمقام يبقى النتيجة لغة رتم المقام عمليات التكامل استمرت اكتر من مرة بهدف الوصول الى الشكل ده النيدلينج اندكس الميجرد نيدلينج على الثريوتيكال نيدلينج يعني طلعنا كمان معادلة من خلالها بنقدر نتعرف ونتوقع ونتنبأ بصلاحية عملية التغريز نفسها وسمناها النيدلينج اندكس وقلنا الميجرد نيدلينج اللي هو نتيجة التكامل للاخير مقسوم على او ده ده المقاس وده اللي محسوم من التكامل وطلعنا الكلام ده وعرفنا بالشكل ده ما يثبت لنا بطريقة رياضية وعلمية ان الابر تؤثر على الشعيرات فتحركها فيحدث تشابك ويحدث زيادة في متانة هذا القماش ويتحول القماش من الفوليوم لس اللي هو حصيرة شعيرات مفيش فيها اي خواص ميكانيكي مجموعة من شاشات الكرد ركبة فوق بعضها بدي متانة ما بديش متانة تحولت فيما بعد الى القماش اللي احنا برناه لكم اللي هو ده الكلام ده تم بزاي بوسطة الابر دي تم هو بقى هنا الكلام هنا يديني فكرة ويقول لي الابر ده كلها نوع واحد الاجابة لأ الابر نوعين رئيسيين فيه ابرة اسمها tip needle امسك الابرة اللي في ايدك اللي تم توزقها عليك ويشوف هل لها بوز ولا عاملة زي الشوك اللي انت بتاكل بقى الطعام لها بوز اللي لها بوز ده بتطلع قماش شكله سادة بلين بلين ويف اهو يبقى القماش السادة ما فيش في نقشات بينتج بوسطة الابرة اللي لها بوز طب افرض واحد منكم كان خد من الابرة اللي توزعت عليكم ولقى ان مقدمة الابرة مش لها بوز لا ده عاملة كده زي الشوكة يعني فيه جزء منها يعني متصورين الشوكة شوكة الطرفين يعني لو دي استخدمت وانتج قماش القماش ده هيبقى شكله ايه نشوف شكله طبعا ده لما يمر عليكم يبقى افضل لان التصوير مش حيبان نشوف حضراتك كده للشكل اللي عندك نشوف يا سادة يا شباب شايفين الشكل ده طب ايه الشكل ده عبارة عن ايه ده زي الجاكار بتاعه بتاع النسيج الله مش فينا اشكال هندسية هي طلعت طب مش محتاجين واحد مصمم يغير لنا في هذه الاشكال الا يمكن استخدام هذا المنتج في الفلور كافرينج كسجادة في الارضيات نتج بمين بتغيير حاجة واحدة فقط الابرة تغيرت من ابرة ببوز الى ابرة شوكة طب ليه تصور كده معا لو الابرة بشوكة وبتطلع وبتنزل بالحركة الترددية البوز الاولاني والتاني هيقصرهم ويطلعهم بلين ويف طب الحتة اللي في النص هتدي الجزء البارز يبقى الاجزاء البارزة اللي انت شايفها في هذا الرسم وفي هذا الشكل لا تنتج الا بمين بحاجة اسمها فورك نيدل يبقى اذا دلوقتي انا اصبح عندي نوعين من الابرة ابرة اسمها تيب نيدل وابرة اسمها فورك نيدل واللي اتنين لهم كلمتين تانشز بير سنتيمتر سكوير اللي هي بيسموها كسافة التغريز اللي احنا ايلين ان لها علاقة بالمتانة وكلما زادت الكسافة زادت المتانة لغاية نقطة الانقلاب وبيتقلب المنحنى نتيجة التكسير والتقطيع الحادث في الشعيرات بواسطة زيادة عدد الابر على السنتيمتر المربع فالمنحنى بيأكس اتجاهه الى اسفل او عمق للتغريز وازاي انه عمق التغريز وزيادته بيؤدي الى زيادة المتانة الكلام بالمين للتيب نيدل بس لا للفورك نيدل ايضا طب انا كمهندس اطلب الابرة دي ازاي او لدوني ابرة تيب نيدل ولا الديني ابرة فورك نيدل ما هي المواصفات القياسية التي يمكن الاعتماد عليها لوصف ابرة التغريز التي تنتج لنا منتاجات بهذا الشكل دي وصلنا الى اهم صيفة تميز هذه العائلة من الابر وتسمى الجوج وكلمة وكلمة جوج مش غريبة علينا في الغزل والنسيج ده مرت علينا في اشياء كثيرة والجوج غالبا قطر حاجة الابرة توزعت عليكم القطر بتاعها في جزء معين حنشوفه الان في لوحة اخرى يسمى الجوج طب ما العلاقة ما بين الاتنين انت بتقول لي في جوج وفي قطر هل زيادة القطر يتبعه زيادة في الجوج هل زيادة القطر يتبعه نقص في الجوج الاجابة نعم العلاقة بينهما علاقة عكسية يعني الجوج الكبير يبقى لابرة قطرها صغير والجوج الصغير لابرة قطرها كبير طب هو تغيير قطر الابرة يفرق في ايه تنبه معايا في الشعيرات الشعيرات الفاينس بتاعتها ايه هلو ان الشعيرات دي ناعمة يبقى عايزة ابرة تخينة ولا رفيعة رفيعة يبقى الجوج بتاعها صغير ولا كبير كبير والعكس صحيح نشوف بقية الاشياء دي الاشكال اللي هي التيب نيدل طب اللي تحتها هم بصوا كده للشكل بتاعها شكل فورك فعلا يبقى الابرة اللي موجودة بتاعت التغريز اما تيب نيدل او فورك نيدل وده الشكل اللي عندك بيوضح هذا الكلام دي المواصفات القياسية تلاحظ فيه هنا كعب الابرة اللي هو واخد الشكل هو عام حرف ايه شايفينه ده فيديته ايه لما بيزرعوا الابر دي في القرص بتاع الابر يعني نفطر ان قرص الابر زي ده كده وفينا خروم ثقوب بيدخل فيها هذه الاشياء ماشي يا سيدة مه ممكن واحدة تبقى فوق واحدة تحت لانه ما بيقوش كلهم لما بيزرعوا بيقوين وان بلين مش في نفس المستوى طب العامل بيعمل ايه بيجيب له خشب يحطوا على الابر دي ويجيب شاكوش ويدق عليهم يقوم الجزء المكني ده يوصل في المكان ملامس للسطح يقوم يتأكد العامل ان كل الابر وصلت الى مكانها الصحيح اقول تاني ولا اصبحت دي مفهومة يبقى اذا الابر عندك فيها التانية دي شايفين كلنا الشكل اللي عندنا طب القطر اللي تحتها هو ده اللي هو علاقة بالجوج واضح اصادة طي نرجع ونكمل انت الوقت بتقول ان عندك ابر وانا كراجل مهندس تبقى ادواتي عشان اطلع منتجات مختلفة لانك في بداية الكلام قلت لي بتطلع 300 مليون منتج مش ده اللي حصل اجيبهم منين دول 300 مليون اول حاجة تعلمنا النهار ده ان انا اغير شكل الابرة الشكل الهندس اللي الابرة الابرة مبوز والابرة اللي هي ايه قلوا معايا الشوكة يبقى التغيير هيطلع لي اما قماش سادة او قماش مالو جاكر ودي حاجة كويسة بس لا عدد الابر اللي انا هحطها في وحدة المساحة بتدي كسافة مزبوط طب الكسافة دي لها علاقة بمين قلتلي بالمتانة يبقى ده متغير تاني يبقى تغيير كسافة التغريز يؤدي الى حصول على منتجات ذات متانة شد مختلفة مين يتوقع ان الحالة التالتة يبقى ايه عنق التغريز طب الحالة الرابعة نوع الشعيرات اللي الالياف ده هتغرص فيها واضح يا سيدة طب القماش الناتج ادرس خواصه كدالة في تركيبه ازاي اقول تاني احنا اخدنا تمرين وعرفنا ان تركيب القماش يدل على خواصه وقلنا ان التركيب ده اما ان يكون وصفيا او يكون كميا وفي التركيب الكمي للقماش الغير منسوب درسنا حاجة اسمها باكنج دينيسيتي كو اوفيشن اللي فيه التلات تجارب اللي اخدناها الوزن والسمك وكسافة الشعيرات واسبتنا ان ده خارج اسم كسافة قماش على كسافة شعيرات طلعنا معامل تعبئة طب انا اديتك قماش اهو وقلتلك قل لتركيب ده ايه ولا قلتلك وزنه كام ولا سمكه كام ولا معمول من ايه السؤال تعرف الاجابة نعم نعرف طب هعرف ايس ايه انا فيه عندي تلات حاجات بيصفوا جميع المنتجات الهندسية المنتجات الهندسية اما انها ايزوتروبك كاراكتر وايزو يعني متساوي يعني لو تاخد اي خاصية وتقسها كدل في الاتجاه في هذه النوعية من المنتجات بتحصل على قيمة وحدة زي مين زي مثلا الالواح المعدنية طب الحال دي عندنا في الغزل والنسيج الاجابة لا حالة تانية من الممكن لو انت استظاهرة ما متانة استطالة مقاومة انفجار مقاومة تمزق استهى في اتجاهين متعامدين وطلعوا الرقمين متساويين اسمي المادة دي ايه اسميها ارثوتروبك بقى عندي ايزوتروبك تساوي في جميع الاتجاهات في ارثوتروبك وده تساوي في اتجاهين متعامدين فقط سؤال منتجاتي بتاع الغزل والنسيج النسيج والتريك والغير منسوق ايزو لا ارثو لا يبقى التالتة بقى طب ايه الحالة التالت اسمها انزوتروبك يعني ايه انزوتروبك يعني اي خاصية بتقسها هتلاقي قيمتها مختلفة باختلاف الاتجاه يعني اسمها تشد في اتجاه الماشين ديريكشن يطلع مختلف عن الاتجاه العمودي طب قد زاوية 45 يطلع مختلف عن الاتنين طب قد 10 درجات يطلع مختلف عن التلاتة السابقين وعشان كده الايزوتروبك احيانا انا بافضل تسميتها بالفوضاوية وماشي فوضاوي فوضاوي الخواص فوضاوي يعني ايه ماشي على كيف تصور بقى انت مطلوب منك انك تتعامل مع خامة يعني زميلك اللي موجودين في اقسام اخرى الخواص بتاعة المواد اللي بيتعاملوا فيها الاسوأ الحالات انها ايزوتروبك ان لم تكن ايزوتروبك انت لا انت بدولك خامة مختلفة في كل الاتجاه ويقولك طلع منها منتج منضبط في كل الاتجاه دي الصعوبة السؤال بقى اقيس الانذوتروبيا دي ازاي مش انت مسميها فوضاوية دليل الفوضاوية هذا كيف هيقاس بيقاس عن طريق لو انا بقيس ما تاني تشد اشد مثلا في اتجاه ماشي يا سلا واشد في اتجاه تاني واتجاه تالت واتجاه رابع اتجاهات متعددة واعين قيمتين القيمة العظمى والقيمة الصغرى خلاص يا سلا بقى عندك كم قيمة اطرح في البسط اجمع في المقام يطلع لك دليل الفوضاوية اول تاني دليل الفوضاوية هيبقى ناتج القيمة العظمى ناقص للقيمة الصغرى ده في البسط على القيمة العظمى زائد القيمة اللي هي ايه الكبرى طب وده انا هتعامل معزايا يعني لما يطلع لي بايه اقول ايه وده المهم افرض ان القماش ده وده مش حقيقة كان ارثو يعني متساوي الخواص يبقى القيمة العظمى والقيمة الصغرى قيمتهم مالهم اللي قماش ايزو او ارثو متساويين سليم يبقى ناتج الطرحي بيسوي كامل صفر على اي حاجة تطلع بكامل بصفر يبقى القيمة العظمى والمثالية لدليل الفوضاوية هو صفر يعني القيمة اللي هي صفرية بتقول لي ايه بتقول لي ان الخواص اللي عندي لو قريبة من الصفر يبقى القماش ده كويس معاي يا سادة طب احنا عايزين نقيسي الكلام ده ازاي نشوف كده امثلة ونحاول نتعامل معها ايه الشكل اللي قدامك ده ده بولر ده يجرغ ايه بقى البولر دي جرام يعني ايه مثلا استناف تجاه صفر وبعدين ثلاثين وستين وتسعين وكمل ماشي يا سادة طبعا انت ممكن تاخد الرابع واحد بس اللي هو من صفر التسعين والنتيجة دي اقلبها وبعدين اقلبها على الوش ده واقلبها على الثالث مرات يديك بقية الشكل ده لو ان الخاصية دي فرضا منتظمة واضح انها مش منتظمة لان احنا لو عملنا اللي انا قلته ده ما يطلعش الشكل اللي قدامنا ده نشوف حاجة تاني واضح ايضا ان الخاصية دي ما هياش ما بينقول فوضوية يعني محدش عايز يمشي بانتظام ما اخد بالك عدم وجود اتجاه يساعدك يقولك ان المتانة العظمى فين او اعلى قيمة للنفاذية هتتحدد فين ليه ما انتش عارف ليه لان ده ده اللي فوضوية طب تعالوا ناخد الكلام ده على قماش حقيقي ونشوف الظاهرة دي نتعامل معاها ازاي مجموعة التمارين ده مثال ده قماش غير منسوق واضح ان شعيراتها وتظهر بقى كان ده كيميكالي بوندد ثيرمالي بوندد نيدل بونشد هو بيسألني سؤال حدد اي الاتجاهات تكون متانة الشد اكبر ما يمكن اعمل ايه اعمل بولر ديجرام بولر ديجرام ازاي اجي في كورنر زي ايه ده مثلا كم فينا الشعقة لو نيجي هنا واعتبر ده الاتجاه الصفري اكتب هنا صفر خد مثلا ثلاثين درجة وطلع شعاع ثلاثين درجة بقى ستين شعاع وثلاثين درجة بقى تسعين يبقى على الرسم انا هعمل اشعة بتصنع زوايا انا اخترتها صفر ثلاثين ستين تسعين خلاص الشعاع اللي هو مثلا بتاع الستين ده وهو ماشي كده تعد لي قطع كم شعيرة من الشعيرات اللي موجودة هنا افر التمانيين طب اللي كان التلاثين قطع كام افر خمسين طب اللي فوق التسعين ده عندك بقى عندك ارقام مش كده اعمل لها هستوجرام فاكرين الهستوجرام الهستوجرام ده هو عبارة عن ايه مجموعة من الاعمدة جنب بعضها قاعدتها واحدة انما المقارنة بتيجي بميه بالارتفاع الارتفاع الاكبر اي الذي يحتوي على اكبر عدد من الشعيرات اللي موجودة اكبر متانة شد ويبقى خلص ويبقى انا اتعرفت على خاصية من الخواص للاماش المعطى دون ان اقيس بجهاز شد في اتجاهات مختلفة واجاوب واقول الاتجاه ده هو اللي اداني افضل قيمة طب نعيدها كمان مرة في شكل تاني ومثال اخر واضح ان الشكل ده مختلف عن الشكل اللي فات بيسألني هنا سؤال تاني حدد اي الاتجاهات تكون النفاذية هوى او ماء او بخار اكبر ما يمكن ايه اللي انا هعمله نفس الحكاية حرسم على هذا الشكل الاتجاهات ولما ارسم الاتجاهات اعيد وفكرك ادى الاتجاه الصفري ادى الاتجاه مثلا التلاتين الخط اللي انت رسمه هنا قطع واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وانت ماشي اعيد تعيد مجرد عملية عد فيه بقى واحد ممكن يقول اللي انا قلته ده بطريقة هندسية افضل انت مش طلعت في كل اتجاه عدد يعني اتجاه صفر افر تلاتين تقطع طب اتجاه ستين خمسين تلاتين خمسين تسعين مية وعشر مثلا ما تجمع ما تجمعهم كلهم على بعض طب وبعدين خد كل رقم من هذه الارقام واسم على المجموعة يبقى انت بتعمل ايه كثافة التوزيع معايا يعني المجموعة كل خمسمية مثلا طب انا الالتجاه الصفري كان فيه تلاتين تقاطع يبقى تلاتين على خمسمية بستة من عشر في المية بستة في المية خلاص يبقى انت هنا حولت الرقم الى دليل هندسي اخر اقرب الى زهن البني ادم من انه يعرف ان كثافة توزيع الشعيرات اللي موجودة في هذا الاتجاه مثلا ستة في المية طب اللي بعده ممكن عشرين في المية طب واحد طلع تسعين في المية يبقى ده اكتر واحد فيه كثافة طيب اللي اكتر واحد فيه كثافة فكر كده كثافة شعيرات عالية يبقى النفاذية مالها عالية او منخفضة منخفضة يبقى السؤال هنا ما بيدورش على الماكسوم زي اللي قبله بتاع متان تشد ده بيدور على الاقل يبقى بتاع الستة في المية ده هو ده اللي انا هقول نقص القماش ده في اتجاه بيصنع زاوية مقدرة تلاتين يديني افضل نتيجة ترشيح وصلت وصلت يا سادة يبقى العلاقة ما بين مين ومين ما بين تركيب الحاجة ومين وخوصة نشوف شكلتين نوع من التمارين بنعلمك عليه لعشان تكتسب مهارة اسمها مهارة قراءة المنحنيات يعني انا لو عندي منحنة وعايز اراه يعني اعرف في ايه ف يعني دا قماشا بي او بي دا اختصار رمز ما وانت عارفين ان الخامات النسجية تعامل معاملة الفلزات ولا الفلزات يعني ايه مش انت عندك كده يقولك ان حاسله هورزينيوم له رمز كيميائي برضو الالياف النسجية لها رمز كيميائي فالبوليبروبلين الرمز الكيميائي بي او بي وبعدين قال لي هنا كام واحد ونقطة واحد من المتر المربع من قماش نيدل يبقى دا تمرين على ايه ازاي اقرأ اللي قدامي واطلع منه بالنتايج طيب الاشكال دي اظن واضح دا شكل مين طالع زاد ونزل زي مين يا سادة زي دا الله يعني الكلام دا حقيقي اللي مرسوم على الصبور دا بقى ما هو دا فعلا دي تجربة حقيقية انا قمت بيها لعينات من الاخمشة المختلفة وصلنا النتيجة يبقى اللي بتعطى ليكم دا دا خلاصة التجارب التي تمت وتأكدنا من صحتها ونقلها لكم كل واحدة من دول بشكل من الاشكال دي بتدل على رمز يدل على خاصية من الخواص اللي موجودة هنا نرجع لها تاني ونشوف علشان نقرأ ونعرف دول ايه فمثلا دليل توزيع الشعيرات المتانة النسبية النفاذية مساعة القماش دي لو نقف عندها ثواني فاكرين انا لما قلت لحضراتكم في النسيج العرض بتاع القماش قبل المشت اكبر ولا اقل من بعد المشت اكبر يعني القماش وهو داخل للنول بتاع النسيج بيبقى عريض بيطلع اقل احنا عندنا هنا بقى فيه خير القماش الداخل بيطلع اكبر يعني الحالة هنا معاكسة ومخالفة لما يحدث في النسيج فلو تروح لمساحة القماش مع كسافة التغريز هتجدها تتزايد ولا تتناقص طب هنا بقى يبقى الفايدة بتاعتك انت ايه كراجل مهندس بتشتغل في هذا العمل انك ما تدخلش ليه نول التغريز اللي انا وزعت صوره على حضراتكم منتجات بعرض اكبر من اللي انت عايز تطلعه يعني انا عايز تطلع اربعة متر ما دخلش اربعة متر لان الاربعة متر هتطلع زيادة اما اللي ادخل كام تلاتة وتسعة من عشر ثم تكبر العشرة سنت ثم تطلع الاربعة اللي انا عايز كل محاضرة بتنتهي بخاتمة الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده بنختمه بايه بالفعل الابر التي وزعت عليكم سواء كان نوع هاتف نيدل ولا فورك نيدل تستطيع ان تغير توزيع الشعيرات من الوضع الافق الى الوضع الرأسي ويوجد لذلك موديلات رياضية علمية هندسية تثبت ان هذه الابر تؤثر على الشعيرات وتغير وضعها وبالتالي يتم التثبيت وبالتالي نصل الى المفهوم القماش ده بيطلع كده ليه ماشي يا سادة يبقى القماش ده بيطلع كده ليه عشان الابر اللي معاك اللي بتتحطه في النول اللي انتو شفتوه الخواص لهب خواص الابر بعمق تغريز وكساب في التغريز ونوع مع تثبيت شكل الشعيرات نحصل على اخمشة ايه علاقة الاقمشة دي بخواص الابر اما ان تكون اقمشة سادة او اقمشة جاكار واضح يا سادة دي كانت المحضة اقمشة جاكار اقمشة جاكار اقمشة جاكار